فمن الإيجابيات التي ذكرها الناس من الممارسين والمطلعين والباحثين من الإيجابيات التي تكون لهذه الوسائل صلة الأرحام والاتصال بين الناس خاصة الآن يختلف عن الوضع السابق السابق الناس في قرى صغيرة يتلاقون والأهل مع بعض والحمولة تعيش في بيت واحد الآن اتسعى الخرق على الراقع فيكون بينهم من الاتصال عن طريق الفيديو عن طريق الواتساب عن طريق الفيسبوك عن طريق أي وسيلة من هذه الوسائل يتم التواصل بين الأقارب وحيانا مع المسافرين خاصة إذا كان لعلاج أو دراسة أو ما شابه ذلك يكون هناك تواصل بينهم بعض الأهالي القريبين بعض الذي لا يملكوا وسائل النقل مثلا يتواصل عن طريق هذه الوسائل وغير ذلك من الأمور فهي وسيلة جدا جدا طيبة للاستخدام تكلم أمها تكلم خالد قد تكون في بلد غير بلدها تحدثها تكلمها أحيانا بالفيديو أحيانا بدون الفيديو أحيانا كل يوم وبمبالغ يسيرة جدا هذه إيجابية قطعة